السلام عليكم ورحمة الله. حياكم مولى اصدقائي. اهلا ومرحبا بكم. طبعا بالابنة الاخيرة اه بظروف المؤسسات والادارات والاعمال تم دمج التكنولوجيا الى حد كبير بكل اداراتنا وكل اعمالنا. فتم استخدام الارشف الالكترونية وتم استخدام المراسلات والبريد وكل شيء متعلق بالشبكات او الانترنت بالعموم ودمجة في ميادين الاعمال كافة. كان في عنا نقطة هم كتير هي موضوع اه اذا كان تم ارسال وثيقة للي وانا في ميدان العمل ودي اقوم باجراء التوقيع او الموافقة على هذه الوثيقة. فكنت انا اه بالامور الطبيعية استخدم الطابعة اني اطبع الوثيقة على ورقة واقوم بالتوقيع عليها وبعد اسحبها سكان او سكانر ويتم ارسالها حسب الايميل او بمجموعة معينة او اني ارفعها لدريفو اشاركة حسب الموضوع. لكن بالعموم نحن نكون عنا نستخدم الطابعة ومن ثم التوقيع الحي ومن ثم سحب الاسكان وارسال الوثيقة. اليوم راح نتكلم عن ما يسمى التوقيع الكتروني. كيف ممكن انا اجهز توقيعي الحي انقله الى الحاسوب واستخدمه واوفر على حالي عن اطباعه وعنا سحب الاسكان. عدا عن ذلك استحدث نظام التوقيع الكتروني في العديد من المؤسسات والمنظمات. فبكل الاحوال يجب ان يكون توقيعي الحي منقول كنسخة على الكمبيوتر واستخدمه. اليوم راح نتعلم في ابسط الادوات. على اعتبار افترض ان نحن ما عنا مهارات تصميم ولا مهارات برامج التصميم ولا اي خبرة سابقة ممكن تأهلني الى التعاول مع تفريغ التوقيع او اهتفاظ به كصورة مفرغة. كيف ممكن نحن ننجز هذه المهام مع برامج مايكروسوفت بامكانيات بسيطة. بداية كل ما هو عليك الان انك تجيب ورقة بيضة. ونجيب العلم. واقوم بتوقيع اه بشكل نظامي وشكل واضح على الورقة البيضة. وبظروف اضاءة مناسبة. ازا ما كان الضوء مناسب عندك بالمكتب او بالغرفة الانتافية. ممكن تستعين بالضوء الطبيعي ضوء الشمس. وتاخد صورة للتوقيع. انا ما راح اول نشتغل على اي تطبيق من تطبيقات الاندرويد سواء او سواء. راح نشتغل على لقطة صورة عادية مية في المية. وبقوم برسالة الى جهاز الكمبيوتر. ورح نتوجه مع بعض الى جهاز الكمبيوتر. ونستعرض بعض المهارات والادوات لحضراتكم لحتى تساعدنا في انجاز العملية. فلحتى ما نطول باللقاء كتير. راح نتوجه مع بعض الى جهاز الكمبيوتر. ونبدأ بالعمل. اصدقائي متلكم ما شايفين احنا الان على جهاز الكمبيوتر تماما. طبعا انا راح نتقي لأحد الاقراس اللي انا كنتم خزن عليها بعض التوقيع. بعض التوقيع متل ما انا شايفين حزم التوقيع باكتر من ظرف. يعني انا تم اغض اللقطة لهذه الى لهذا التوقيع باكتر من ظرف اه ما حكينا على الظروف الضوئية بالعموم. اوجود الكاميرا اللي انت اساسا مستخدمها. طيب. وعندي وثيقة رسمية راح اوقع عليها. قبل ما اشتغل اي شيء انا بدي احصل على توقيعي مفرغ. كيف ممكن استعين في الى باوربوينت الاكسيل. راح نختار برنامج الباوربوينت لانه نحن من خلاله ممكن نصدر الصورة نفسها او التوقيع نفسه كصورة مفرغة. هذه الامكانية موجودة فقط في الباوربوينت ما موجودة لا في الورد ولا بالاكسيل. بعد ذلك كل الاوامر راح نطبقها هي موجودة في برامج وورد باوربوينت والاكسيل. لهيك راح نشتغل على برنامج الباور بوينت. واخد عرض تقديمي فارغ. وبروح الى ادراج صورة صورة من هذا الجهاز. طبعا الصورة عندها موجودة بهذا المكان. افترض راح نشتغل الان على هذه الصورة. نختار ادراج. متل ما انا شايفين الصورة الان اجت بحجمه الطبيعي بظروفها الطبيعية وكانت اللقطة مصور على الطاولة بظروف حتى الورقة ما كانت جيدة فيها ظل وفيها عناصر مطوية ويعني حتى ظروف الورقة بحد ذاتها ما كانت نظامية. كيف ممكن اتعامل? الفكرة الاولى انا بدي اقوم بازالة كافة اجزاء الصورة اللي انا ملازمتني فيها. يعني عندي المساحات الزائدة هذي كلياتها بدي اقوم بازالتها. طيب انا لما انقر على الصورة هو البرنامج راح يعطيني قائمة خاصة بالصور تسمى قائمة تنسيق. هاي القائمة موجودة ايضا في الورد والباوربوينت والاكسيل نفس المبدأ تماما. راح انقر عليها وفي عندي امر اسمه اقتصاص بفعله. تتفعل عندي هذه المقابض الشايفين اللونة اسود. الان بانقر مع السحب بكل بساطة لحتى احدد المساحات اللي انا محتاجة من الصورة عن المساحات اللي انا ماني محتاجة من الصورة. بعد ما حددت للامر او للبرنامج شو المساحات اللي بدي اقصة? ارجع مرة تانية اضغط على مفتاح اقتصاص. متل ما شفنا تم قص الصورة متل ما انا شايفين. لحتى ابدأ بمعالجة الصورة بكون بتكبيرا نوعا ما بحيس اني انا احسن اعالج حتى ادق التفاصيل يلي فيها. طبعا انا محتاج اني ازيل هذه الالوان حول التوقيع اللي هي موضوع او الخلفية. في عندي امرين راح انوه لالهم. فانت بتشتغل حسب نمط الظروف يلي هي عندك ونمط الجودة الصورة اللي انت اخدتها والاضاء اللي انت اخدت فيها الصورة. تمام? لكن راح نشتغل على امرين موجودات في البرامج الثلاثة يعني في الورد والباوربوينت والاكسيل وانت بقى فيك تختار حسب الوضع. لكن انا راح امرها على التنتين. ازا كانت الصورة مأخوذة بنمط اضاءة جميل وهذا اللون كان ابيض فانا بجي الى الامر اسمه اللون. وفي عندي شي اسمه تعيين اللون الشفاف. يعني البرنامج بيقول لك انقر على اللون يلي انت ما بدك يزهر بالصورة ويصبح شفاف. فانقر على الادات وبانقر على اي بقم يعني انا محتاج باللون اني انا ازيله لمرة واحدة فتتم ازالة اللون. الامر التاني هو ازالة الخلفية. لما انقر عليه ازالة الخلفية متما انا شايفين عطاني هذا اللون. هذا اللون هو راح ينحزف من الصورة. اما اللون الازرق وهذا اللون الحي وهذا اللون هو راح يبقى بالصورة. وعندي بالاعلى اشارتين. الاشارة الموجب او اشارة الزائد. انا بجي بحدد على المناطق اللي حزفت وبديها تظهر بالصورة. واشارة الناقص بيحدد على المناطق اللي انا ما بديها تظهر وين بالصورة. فرا اختار اداة الناقص. وبجي بنكر وبسحب بهذا المكان لازلت هذه المنطقة. متل ما انا شايفين. وهذه المنطقة وضلت عندي الحب الموجودة بهذا المكان. طيب افترض ان هون صار عندي مشلة واختفى شيء من اه حد الرسم. بتحسن بتحط النقطة الموجبة وبتنكر مع السحب تمام لرسمة. بس بنكر مع السحب لرسمة. طيب اذا كان ظهر عندك اي شيء يكفي النقل لمرة واحدة عليها بشكل بسيط ويعني على ميت مهنة نتوخل حزر فيها لحتى اقوم بازالتها. بس يلي انتهيت من التفريغ التوقيع بشكل كامل انقر على مفتاح الاحتفاظ بالتغيرات وبرجع بصغير شكل التوقيع وبشوفه انه صار عندي اياه جميل ورايئ ومتل ما بدي اياه تماما. لكن هذا التوقيع هو موجود ضمن سلايد او ضمن شريحة الباور بويت. انا بدي اعتفز فيه كصورة واستخدمه في كافة مستنداتي سواء كان وورد او الاكسيل او البي دي اف اياه تكون الوسيقى او حتى اذا كان موقع يطلب مني التوقيع الكتروني يكون توقيعي جاهز. راح انقر باليمين على الشكل او على التوقيع نفسه بمفتاح الموس الايمن وبختار حفز كصورة. طبعا هذا الامر حفز كصورة يحطيني مربع حوار الحفز باسم اللي هو حفز كصورة. انا بختار مكان. وليكن راح نختار هذا المجلد. هذا القرص عفوا. وبختار مسلا الاسم وليكن. توقيعي. توقيعي الخاص. تمام? ورح نشوف انه اه الصيغة او النوع للحفز في ملفه هو البي انجي يعني هو صورة مفرغة. متل ما افرعتها تماما. وانقر على مفتاح الحفز. راح نشوف بلما اروح الى المجلد اه الان الخاص بالتوقيع الحفز فيه التوقيع. راح اشوف الملف ظهر عندي بهذا الشكل. والملف او الصورة كانت مفرغة تماما. الان كيف راح استخدمه على الورقيات او السبوتيات? افترض انا راح اقدم على اجازة معينة. افتح طلب الاجازة متل ما انا شايفين. وبرجع الى المجلد اللي انا كنت شغالة عليه. وبسحب او بنكر بسحب الصورة الى هذا المكان. للملاحظة الصور في برنامج الورد اول ما بقوم بادراج الصورة باي طريقة كانت سواء من قانت ادراج او بالنقر او سحب والاسقاط. اي طريقة? الصورة بتجي اسما سطري مع النص. فانا لازم اغير التفاف النص. فبروح الى قانت التنسيق وهو اول امر انا بتخزه او اول اجراء انا بتخزه بعد ادراج اي صورة. تمام? ومروح الى التفاف النص. وبختار امام النص. فالصورة بتصير حرة وقابلة للتحريك وما بتأسر على اي نصوص. وانا اسقط التوقيع متل ما انا شايفيه بالحجم اللي انا بارتقيه ان هو مناسب تماما باي مكان. وببدأ بعض مننا بحفظ الملف كنسخة بدي اف غير قبل للتعديل. واقوم بعض ما عبيه طبعا البيانات. واقوم بارساله وطلب الاجازة. وبيكون انا وقعت اه الكترونيا على وثيقة وطلب فيها اجازة. طبعا هذا هو التوقيع توقيع حي تماما. وباللون الازرع متل ما انا شايفين. او انت اذا كان عندك توقيع ما اطلوب منك بلون اسود او اللون الاخضر. اي توقيع فيه توقيع فيه نظامي. ونعمل نفس الاجراءات تماما. هاته اللي انا حبيت اني انا اوضحه لحضراتكم او اه انوح على ميزة اهم كتير. في اهم يعني برامج مايكروسوفت بالاخير هي قدمت لي امكانيات متميزة في التعامل مع الصوريات. حبيت انوح لالا. ولو ما في عنا اي امكانيات في برامج تصميم. ممكن نحن نعمل توقيع الكتروني خاص فينا على حواسيبنا. ونستخدمه اما على آآ وثائق جاهزة او ملفات جاهزة. او الى مواقع طلبت مني فيها التوقيع الالكتروني. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء النافع. واللائق فيكم دائما. فلا تنسونا من دعمكم وتفاعلكم واشتراككم. وزيارتكم على قناتنا الجديدة حكاية شغف. فنتمنى منكم الدعم ووجودكم هو اكبر معول لاننا لحتى نقدم كل شيء جديد ومتميز دائما. القاكم على خير. اخوكم احمد صالح. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات. اشتركوا في القناة